شهد محافظ البحر الأحمر والودي الجديد وأسيوت ونائبة محافظ الودي الجديد فعاليات مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات السلاسة من جهته أوضح محافظ البحر الأحمر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل إجراءة نوعية وغير تقليدي تنفذه الحكومة تزامنا مع استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر المناخ كوبا 27 شكراً للمشروعات الخضراء سدد الفوز في مشروعات الذكية الخضراء في مشروع فيما يخص فئة المبادرات الغير هاتفة للربح أحد جماعيات مقدمة مشروع عبارة عن زراعة 3252 فدان بالنخيل باستخدام التقنية الحديثة في الطاقة والتقنية الحديثة في الرئي بالتنقيط أحدث الأسليب معدل التنفيذ النهاردة وصلنا إلى 70 ألف نخلة ومعدل ألف 52 فدان حتى الآن الهدف من نوع من أنواع الاستثمار الأموال للتبرعات والصدقات الهدف الأساسي التنمية المستدامة